اشتركوا في القناة الحمد لله ويوم اخذت الشهادة اشهاد الله اخذنا الشهادة اخلاص الشيخ اعطنا الف ريال مقابل اعطنا الف ريال اعطنا الف ريال اعطنا الف ريال اعطنا الف ريال انا اذكر لما كنت راجع قلت يالي تنرجع نبي علم ولا منرجع بما ايه قصدي كالنسان انظر غباء وقال لي اخذ يراها يعني قليل يشعر بذلك طيب شخصي الشيخ عبدالعزيز بن بازل تحتيشون انا قليلا ومفتن لملكة العربية السعودية وكانت عنده يد بيضاء على عدد من يعني معروف بتوزي كتوب وعدد من الامور وكثير من دعايت يذكرونه بخير صراحة لما معنا شي تصور كبير انا قول بي ان الشيخ عبدالعزيز بن بازل اجتمعت فيه اوصاف قليل ان تجدها في في شخص فاجتمع عنده العلم استحضر النصوص استحضر الفقه بامتياز واجتمع عنده الكارام رجول كريم المائدة اصلا ما اذكر انه يمنتغد بنفسه فدعا انا تجد اربع جلسات خمس جلسات يعني من الضيوف واجتمعت فيه يعني كامل الشفاعات لجميع الجهات الشفاعات بمعنى بشن قرب المشاهدين لا الشفاعات الوساطة الوساطات الوساطات يعني هذا عنده حاجة يكتب لا هذا عنده إشكالية يكتب لا هذا عنده شيء يشك هذه الشفاعات يعني عنده الشفاعات يعني قصدي وحسن الخلوق وساعة البال وساعة هذا والتوضع وجميع ورجل المهابي يعني تهب وإذا رغم أنه كفيف ولا يرى ولكن يعني له هبا وله مثلا شخصية يعني علمية محترمة والكل يأتي إليه ولا أظن أحد في ما على فلوقت الحاضر خدمت دعوه مثل الشيخ بالعجز من البحث أي جانب جانب العلمي جانب يعني هو تعاقد مع كثير من الدعاة على حسابه أوروبا حسابه حسابه الخاص يعني واحد الأدد هائل من دعاة فوروبا دعاة في إفريقيا دعاة في الشرق أسياد دعاة في كذا كلهم تتمهم على حساب البيت يعني يتعاقد معهم فالشيخ اجتمعت فيه صفات يعني قل لا أن تجدها يعني يذكرك بالسلف تماما يذكرك من الصحابة ومن التابعين وإما السلف في زهدي في توضعي في علمي في اعتمده على الدليل في اعتمده على الحجة في كل شيء يعني كلها يعني الشيخ بنباز نموذج للعلماء الرصخين للعلماء الربانيين العلماء بالعققة والمحبوبين أنا رفقته في المدينة مدة طويلة ورافقته في الرياضي أيضا دائما أنزل عنده 15 يوم 20 يوم في بيته وأركبه معه في صيرتي في الأمام كانت صيرا يعني قريبة بينكم دائما 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 مع الشيخ يعني قصدين الشيخ يعني اجتمعت فيه ربما أترى فيك احتفى شو ما عملنا ربما أترى فيك احتدى عويا المهمة هو الشيخ نموذج يعني أنا عندي هو النموذج الأعلى العلماء الذين نلتقيتوا به أعلى نموذج يمكن رأيته هو الشيخ أعلى نموذج يعني لدينا يوم السل يعني جميع جبهات الخير